يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وعادا وسامودا وأصحاب الرص وكرونا بين ذلك كثيرة ولكن يا ترى مين هم أصحاب الرص دول ومين الرسول الذي بعثاه الله إليهم وكيف أهلكم الله سبحانه وتعالى دا كده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة ولو أول مرة تشوفوني أنا اسمي سارة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو عجبتكم الحلقة جاء رجل من أشراف قبيل التميم لسيدنا علي رضي الله عنه وقال له اخبرني عن أصحاب الرص فإني أجد ذكرهم في الكرآن الكريم ولا أكد خبرهم أين كانوا يسكنون؟ وماذا الرسول الذي بعثاه الله إليهم؟ وكيف أهلكم الله سبحانه وتعالى؟ أصحاب الرص كانوا بيسكنوا قرية من كرة سمود وكانوا بيعبدوا شجرة سونوبر ضخمة جدا يقال أن يافس ابن نوح هو اللي غرسها والرص اللي هم بينتسبوا إليه ده كان بير كبير بجانب الشجرة لذلك هم اعتقدوا أن الشجرة هي اللي وهبتهم المياه اللي جوه البير فعبدوها وكانوا عاملين يوم في السنة بيحتفلوا بي حوالين الشجرة كانوا بيطبحوا الزبائح والماشية وبيقدموها قربان ليها وفي الوقت ده كان إبليس اللعين بيتلبس الشجرة وكان بيهز أخصانها وبيتكلم من جفها ويقول لقد رديتوا عنكم يا عبادي فكانوا بيفرحوا جدا وبتستمر الاحتفالات لتاني يوم الصبح لكن لما طال كفرهم بالله عز وجل أرسل إليهم رسول من بني إسرائيل من نسل يهودة ابن يعقوب يقال كان اسمه حنزلة ابن صفوان والله أعلم مكس فيهم طويلا وظل يدعوهم لعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة الشجرة لكنهم طبعا رفضوا وفي مرة من المرات كان اقترب موعد عدهم والرسول كان حزين وغضبان جدا أنه هم هيعبدوا إله تاني غير ربنا فدع عليهم الله والله سبحانه وتعالى استجاب لدعائه ويبست الشجرة ذهبت أظهرها وتسقطت أوركها وأصبحت بلا حياة القوم هنا غضبوا جدا وانقسموا لقسمين قسم قال لقد صحر هذا الرجل آلهتنا والقسم الآخر قال لا لقد غضبت آلهتنا علينا لأننا تركنا هذا الرجل وسطنا الذي يدعونا لعبادة إله آخر غيرها ومن هنا اجتمعوا على أنهم لازم يقتلوا وفعلا أتروا الرسول الله ورموه في البير وأفلوا عليه ووقفوا قدام الشجرة وقالوا ليها نرجو الآن أن تكون ردت علينا آلهتنا فطبعا إبليس اللعين تلبس الشجرة وتكلم من جفها وقال لقد رديت عنكم يا عبادي الله سبحانه وتعالى غضب جدا وفي وقت الاحتفال بتاعهم وهم متجمعين كلهم حوالين الشجرة أرسل الله عليهم ريح شديدة الحرارة كان لونها أحمر وأصبحت الأرض من تحت أقدامهم زي جمرة النار والسماء أمطرت عليهم نار وماتوا جميعا ودي كده كانت حكاية أصحاب الرسول كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وانتظروني في حلقة جديدة